لما تكسرت هذه الركيزة أو كادت أو ضعفت هذه الركيزة أصبحت الحياة الأوروبية لأنها خائمة على لا شيء أو تشعر بأنه أي بدأت المرحلة هم بدأوا حتى هم يسمون هذا مرحلة الفراغ الروحي هم بدأوا يسمونه هكذا مرحلة الفراغ الروحي الفراغ الروحي تنتج منه ينتج منه الهوار أخلاقي ينتج منه الترث تنتج منه الوجودية الوجودية معناها في هذا السياق معناها بحث عن أسباب وجود أخرى لأن الأسباب التقليدية فوق دفت يجم على هذا المجتمع الذي فقد أسباب فالحقيقة معيش أسباب مبررات الوجود السابقة التي عاشت عليها أهلاً يا صفر المبررات التي عاش عليها المجتمع الأوروبي في عنفوان شبابه وفي قمة حضارته هذه المبررات بدأت تفقد جدواها في الثقافة الأوروبية في النفوس الأوروبية في النفوس الأوروبية بحيث هذه النفوس بدأت تشعر بفراغ بدأت تشعر بفراغ في الفراغ هذا إما يمتلي بالتفهد مثل الوجودية مثل مثل أشياء أخرى بخلال أخلاقي أو يمتلي بطريقة أخرى يمتلي بطريقة أخرى يعوض يعوض الفراغ أو يحوض الفراغ إلى بعملية تناسي بعملية تناسي ننسى هذا الفراغ أحسن ينطلق الشاب والشباب في أمريكا بالخصوص في تناول المخبرات حتى تناسي الحواق حتى لو يشعروا بفراغ يعوضهم أن يمتلوا بأي شيء بأي شيء فهذا فالحقيقة في صوره العربية هو طبعا انهيار أخلاقي انهيار فقافي انهيار أحيانا في بعض البلاد وإنما هو في الحقيقة انهيار حضاري هذه حضارة لم تبقى في اتجاه العقبة بل هي بدأت في اتجاه المنحدرة فهذا هو ما فنطلق بعض البحثات للأسئلة في الثانية يعني حاولنا أن نعيد حضارة الإسلامية نعم الحلول 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 أولا بطبيعة البسيرة التي نسيرها اليوم فلما وهذا يجب أن يتقدم ويسبق تأسيس تأسيس الحضارة الإسلامية في هذه المجتمعات يجب أن نتقدمها أن نتقدمها تصفية كل المتائج السلبية والتجارب السلبية التي عشناها والتي سعينا إليها سعينا إليها سعي الإنسان الذي يريد سعي المنتحر للموت كما يسعى المنتحر للموت يجب أن تقع أولا أن تقشل هذه التجارب كلها وأحنا وأحنا نرى أننا في هذه المرحلة من الحياة في هذه المرحلة أحسن نقول من قام العشرين نرى أننا فعلا على وشك على وشك الاستيقاظ الاستيقاظ اليقظة في اليقظة كل التجارب التي سبقت ومنها تجري ما تسميه بنتي القوميات القوميات حتى في أوروبا فشلت القوميات في أوروبا فشلت الفكرة أتتنا من أوروبا وفي عقر بيكها فشلت كما نعلم لأن أوروبا أصدحت الآن تؤسس كيانها مثلا الاقتصادي خصوصا على مفهوم جديد وهو سوق مثلا المشترك الذي يضم عصر دول من أوروبا معناه أنها أدركت أما القوميات أضرت لوجودها وفعلا القوميات أضرت لوجودها في هذا منذ بداية هذا القرن منذ بداية القرن ظهر الضرر لألحقت القوميات بمسرور أوروبا فنحن الآن أيضا تقريبا في نهاية هذه المرحلة ربما والمرحلة تكثر رؤية أيضا لا يجب أن لا يجب أن لا أن لا منكم بعض الجوانب الإيجابية فيما قامت به فيما قام به مفهوم القومية في الحكبة التي قامت يا الشعوب العربية والإسلامية بمقاومة السعب قد يكون أثاب مفهوم قومية قد يكون أثاب أنا لا أعتقد هذا الحقيقة لا أعتقد هذا ولكن لا أغيرني أن أسلم بهذا مبدأي جبالا أن أسلم لا أغيرني وإنما أقول القومية أضرت أولا بمن شيدها وهو أوروبا وانتقلت إلينا عن طريق عن ملتويات وطرق ملتوية نعرف بعضها ربما ولا نعرف بعضها الآخر ولكن نحن الآن أظن أيضا في منعطف كريثي مثل أوروبا منعطف كريثي يتبين لنا يتبين لنا فيه فشل وإفلاس كن بالتجارة بالصادقة ولما تفلسني التجارة بالصادقة يجب علينا إذا سؤال يضرب النفس ولا أقول ماذا نصنع الآن إذا تشم شبنا في اذا تشم في مشروعاتنا التحتاطية على أساس القوميات إذا تشمتنا في مشروعاتنا السياسية على أساس القوميات إذا شدنا أرضا في مشروعاتنا الثقافية على أساس القوميات حتى نحط ثقافة إلى مستوى مدهوم فولك لوري أصبحت تلك الثقافة تعني فولك لور الرقص والغناء وهذا هو الثقافة أعطينا الثقافة شيء آخر شيء أعظم من هذا أجلد من هذا الكثير فنعتقد أن العالم الإسلامي أيضا يتخلص من هذه الرواسب نسميها القرن الثاسع عشر القرن الثامن عشر الإفرانجي سيتخلص منها بحبرته وتجربته يتخلص منها بالنار لأنها سيكتويه بتجربته وبدا يكتويه موش سيكتويه موش سيكتويه بدا يكتويه من الآن بدأ يكتويه كيف قامت قضية الثلاثتين ما هي جذورها جذورها هي كما ما علم جذورها أن في حوالي سنة سعطة عشر مئة وثمانئة بدأت فكرة تنبخ في العالم العربي في البلاد العربية لأنها عربي يجب أن ننادوا بحقوق الأمة العربية ومشعارة إلى خيئين فانفصلوا على إخوانهم العزمليين والآخرون أيضا انفصلوا على غمس القائدات ننادوا مثلا بالترامية ننادوا في وقت اتحاد وترقي حراكة اتحاد وترقي التي أسست في مجتمة ضم 6 في تركيا هذه الحراكة عزلت في الأتراك حاولت عزل الأتراك عن العالم الإسلامي والحراكة المضابة لها الحراكة العربية حاولت أن تعزل البلاد العربية عن المجتمع الإسلامي النتيجة أتت طبعا وعد بلفور النتيجة هي وعد بلفور جاءت الحرب العالمية الأولى فأتى وعد بلفور وبدأ يمتقر النصير فلسطين وعندما كان من الحكمة وسياسة الأنجيزية حكيمة تأجيل تنفيذ وعد بلفور إلى حرب أخرى حتى أتت الحرب أخرى فأسمع بحيث الحقيقة في مقابل في مقابل تحقيق وعد بلفور في سنة 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 وربعين وهو لم ينتبه منه السياسيون المسلمون في ذلك الأهل لأن كل شاك مهتم بقرية حدود ليش حتى قومية بالحقيقة قوميات محلية سوريا قومية ولبنان قومية وفيت أصبح قومية مدينة أصبحت قومية وعندها جوازاتها وعندها مشاعر طبعا بتونس قومية إلى خليل بحيث سوريا استقلت على أساس استقلت طبعا بتقرير فرضه كشيل على الحكومة الفرنسوية في سنة خمسة وربعين وربعين طبعا وفرض على فرنسا أن تحرض لبنان وسوريا لكن لم نفكر أن هذا كان تنهيدا لأن السيد شرشي لا يفكر بخير العربي سواء كانوا سوريين لبنانيين أو غيروا لبنانيين هذا كان تنهيدا لتنفيذ وعد ملكور في فلسطين مع الاحتفاظ بما يسمى الصدقات العربية بما يسمى في منطق وزارة الخارجية الأنجلزية بما يسمى الصدقات العربية ما عليش احنا احنا ننشي دولة اسرائيل بالنحية على حساب شعب مطرد شعب كامل وانا تب ما عليش انا ناسس دولة جديدة اسمها سوريا ودولة جديدة اسمها اسمها مبنان هذا يقابل هذا على بنده اخل وعطا هذا يجب اننا رأى ان القضية القومية الان اثلست في هذا القضية القومية اثلست نهائيا وخصوصا في المجلة اكتصادي لا يمكن لي قومي يعني هذا مش معناها انني هذا لا يعني اعظم لا اريد ان اتورط في شيء لا اعني لا يعني هذا انني اقول يجب اذا ان نقاوم مثلما قومي عربية لا لا اقول هذا لان ربما هذه الخطوة الاولى اذا تحققت تكون هي الخطوة الاولى نحو تأسس المجتمع الاسلامي المتحضر اما اذا استثقنا عن كلمة قومية عربية تلك قوميات اقل منها واحفر منها تلك قومية مثلا القومية الكريتية القومية العراقية القومية اللبنانية طبعا القومية الجزائرية وفي الجزائر منطلوا اشياء والان في مخططات امارية كما حدث هنا في سنة عشرين في سنة سنة اظن ستة وثلاثين تقسيم سوريا الى ايه شرق تقسيم شرق الى لبنان وسوريا الان نفكرون هناك من نفكر في تقسيم جزائر الى بلاد بربرية وبلاد عربية هناك من نفكر في تقسيم بلاد بحيث قد تتأسس بلادنا وعلى ارضنا قومية تانية القومية الجزائرية والقومية البربرية والقومية العربية هذا بنت ما ارى اه طبعا انت تتشرف الان شديد تتشرف اعتمتي انا نزلت في لدعوة من جامعة اسلامية بيحقين سنسة او اتلاسة مع اهل هوجد جويل اسلامي مرموقا ونصاطا مباركا وانما شعرت بان هناك شمهة مرزقين داخل في نصاق اسلامي فخشيت عليهم بسببها بالتمسق الداخل فحاولت ان اجمعهم في حلقة واحدة لارتق الخبر ففي الميلة التي اجتمعنا فيها تغيب احد الصرفين فطبعا اتفت لذلك ووقعت نفس الحج ان الحرسة لن تستمر وسيغل المجرد ما رجعت مع اهله ليس الزير ان قضى عليهم العجوز وقضى عليهم جميعا ذي الحقيقة ذي الحقيقة ذي الحقيقة اتفت لذي الحقيقة يعني تحومون حول مرتج المحجم وهو الله سبحانه عز وجل والاسلام والله والاسلام ولكن اضبت شيء متعندا من اعرف ان جسم الاسلام كان من هذا وسبب نكبة من هذا ليس بالعباد كما يتقل بالبغر فنصروا هذين معرضونا للتر ولا ينقذوا من هذا للعباد اصلا الواقع اليين ان لم يدخلوا في المعركة الاجتماعية الحضر